يا صباح الفل عليكم ازايكم وعملين ايه وحشتوني من الحلقة اللي فاتت اهلا بيكم وحلقة جديدة ومزرعتك في بيتك والنهاردة عندنا اخبار صر جدا لكل اخواتنا المربيين هو بس فيه خبر كده صغير مش حلو هيزعل المربيين خاصة اللي بيخرجوا في راق الايام دي ولكن قبل ما نبدأ الحلقة نزله حالا في الكمن صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة تكتبوها في التعليقات بيديك وخلوها شاهد لنا يوم الايامة اي حد من اخواتنا المتابعين عنده اي سؤال يكتبولي في الكومنت تحت الفيديو برد على معظم اسئلة حضراتكم قدر المستطاع اي حد من اخواتنا المتابعين المبتدئين عنده دور التسمين المتابعة معي مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد طيب النهاردة بقى عاوز اقول لكم فيه نزول حلو قوي في اسعار الكاتاكيت الاسعار الدرة نزلت اللي مش حلو خالص النهاردة وهو تنفيذات ارض المزرعة يا جماعة وزاول لكم النهاردة ان فيه فعلا ظلم حقيقي للمربي اللي بيطلع فراخ النهاردة ليه؟ لانه دخل الدورة اللي بتطلع حاليا في السوق النهاردة فراخ يا جماعة دخلوها المربيين في 33 و34 سعر الكاتكوت طبعا دخلوها كمان في سعر الاعلاف الغالية طبعا برضو التدفية والفرشة وكل الحاجات دي والادوية طبعا كل الحاجات دي غالية جدا كانت في الدورة دي طيب عاوز اقول لكم هي ممكن تلم نفسها مع معظم المربيين ولكن فيه مربيين فعلا خسرت في الدورة دي ليه؟ لانه كان عندهم نافق المربيين الصغيرين اللي مش عندهم دراية كافية بالتسمين ودرجات الحرارة اللي وقعت فجأة والكلام ده كله طبعا الناس ما كانتش عاملة حساباتها لنزول الحرارة والكلام ده كله فطبعا حصل عندهم نافق وفيروسات والكلام ده كله يا جماعة بيعمل خسائر صعبة جدا خاصة لو ما طلعش عندهم اوزان طيب الناس بقى اللي طلعت اوزان اللي هي المربيين اللي شطار طبعا اللي طلعوا اوزان دول طبعا عندهم مكاسب بفضل الله يعني مرضية ولكن هنا عاوز اقول لكم خلي بالكم يا جماعة في الايام اللي جاية اخواتنا المربيين الصغيرين خلي بالكم يا جماعة الكهرباء اللي بتقطع اللي دايما بيسألون عليها لازم يكون لها بديل عندكم دايما لازم تكون واخد احتياطاتك لاننا خلاص دخلنا في فصل الشتاء فبينفعش ابدا احنا كده نشتغل بالبركة وخلاص لان الشغل بالبركة في التسمين بصراحة بيزعل وبيزعل جدا كمان لان التسمين كمشروع زي ما بيكسب وبيفرح برضو وقعته بتبقى صعبة جدا فصلة لاخواتنا المربيين الصغيرين اللي بيبقوا دخلين المشروع الجداد وبيعملوه كدخل اضافي لهم طبعا التسمين حلو جدا ولكن يا جماعة لازم نشتغله بشكل صحيح طيب النهاردة تنفيذات ارض المزرعة قلنا ان هي نزلت وطبعا نزول الفراخ البيضاء النهاردة له اسباب كتير منها واهمها ان السحب ضعيف جدا على السوق طبعا احنا بقينا في نهاية الشهر وحضراتكم عارفين وتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده وقلنا ان في نهاية كل شهر بيبقى مفيش قبض الموظفين المرتبات بتخلص كالعادة عند المصريين من اول الشهر فطبعا السحب بيقل ولكن مع بداية كل شهر طبعا زي ما قلنا قبل كده برضو السحب بيبدأ يرفع فطبعا اخواتنا اللي بيسألونا الفراخ هتنزل والله هتطلع بصه ويا الايام دي كده مفيش فقطة وقعت وزواهرها كده مش ظهر قوي ولكن نتمنى ان يكون القادم افضل طبعا قلنا في بداية كل شهر الاسعار بترفع كالعادة طيب تعالوا بينا النهاردة نبدأ بتنفيذات ارض المزرعة ونرجع ونقول اسعار الكتاكيت والاعلاف والبيض وكل حاجة بتخص المربي النهاردة ولكن ما تنسوش ان انتو اصلوا على الحبيب المصطفى وكمان ما تنسوش ان انتو ترفعوا الفيديو بلايك يا جماعة مش هيكلفكو اي حاجة ولكن هيساعد ان حد تاني يشوفوا الفيديو ويشوفوا الاسعار الحقيقية والفعلية النهاردة والاسعار اللي احنا بنتكلم فيها داخل الفيديو دي بتكون اسعار اليوم نفسه يا جماعة يعني ما ينفعش ابدا احنا نرى اسعار النهاردة ونيجي نلاقي حد بكرة بيطلب الكتاكيت مننا بنفس السعر اللي احنا قلناه طبعا دي اسعار برصة بتعلى وبتنزل على حسب اليوم تعال نشوف الاسعار ونرجع تاني نقول اسعار الكتاكيت يلا بيط البط المسكوفي ارض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو البط البلدي ارض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو البط الابيض ارض المزرعة 70 جنيه والمحلات 75 جنيه للكيلو البط المولر ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو أما عن الفرنسا والنهاردة أرض المزرعة 65 جنيه والمحلات 75 جنيه للكيلو الحمام البلدي أرض المزرعة 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للجوز السمان أرض المزرعة 55 جنيه والمحلات 65 جنيه للجوز الروم الأبيض أرض المزرعة 110 جنيه والمحلات 120 جنيه للكيلو الروم البلدي النهاردة أرض المزرعة 120 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو الأرنب أرض المزرعة 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو الفراخ البلد الحر النهاردة أرض المزرعة 95 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو الفراخ الرزي أرض المزرعة 95 جنيه والمحلات 104 جنيه للكيلو أمهات الأحمر البيض أرض المزرعة 58 جنيه والمحلات 65 جنيه للكيلو الإلساس أرض المزرعة 80 جنيه والمحلات 88 جنيه للكيلو أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة أرض المزرعة 62 جنيه والمحلات 69 جنيه للكيلو أما عن الفراخ البيضة النهاردة نزول جديد جنيه في الكيلو المعلن 62 جنيه والتنفيذ الفعلي 61 جنيه والمحلات 68 جنيه ما تشريش بأكتر من كده كمستهلك الطن العلف النهاردة بيتروح من الـ 21600 للـ 23400 وفيه شركات النهاردة الطن عندها 24000 أعلى عبوة علف النهاردة في المحلات قطعي 600 جنيه بادل سوبر 595 نامي 590 ناهي والكيلو قطعي من 24 لـ 25 جنيه في المحلات نزول أسعار الردى العبوة 40 كيلو قطعي في المحلات 420 جنيه والكيلو في المحلات 11 جنيه للمستهلك أما عن أسعار الدرة النهاردة 340 جنيه للعبوة 25 كيلو والمحلات قطعي الكيلو 13 جنيه الدقيق العبوة 25 كيلو 410 جنيه المكرونة 10 كيلو 200 جنيه والروز النهاردة 720 جنيه للشكارة 25 كيلو والكيلو قطعي في المحلات 30 جنيه ننزول أسعار البيض النهاردة من التجر للمحلات الطبق الأحمر 119 جنيه والمحلات المستهلك 124 جنيه البيض الابيض من التجار للمحلات مية وطمنتاشر جنيه والمحلات المستهلك مية وعشرين جنيه اما عن البلد النهاردة الطبق من التجار للمحلات مية سبعة واربان جنيه والمحلات للمستهلك مية اتنين وخمسين جنيه ما تش recipient اكتر من كده وخلي ما فيش حد يضحك عليكو يا جماعة هي دي الاسهاري الحقيقية والفعلية النهاردة اما عن اسهار الكاتاكيات النهاردة وفيها نزول جديد وخلي بالكو يا جماعة مش اي كاتكوت تقدروا ان انتو تشتغلوا بيه مهم جدا 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 جودة الكاتكوت اللي حضراتكو بتشتغلوا بيه مهم جدا طريقة حضراتكو مهم جدا جدا الطريقة اللي تستقبلوا عليها ومهم قوي تعملوا احتياطاتكو لدخول فاصل الشتر البط المسكوف 60 جنيه مسكوف زكور 70 جنيه البيور 45 جنيه والفرنساوي 38 جنيه مولر 58 جنيه والشروفان 38 البكين النهاردة 35 جنيه مسكوف مخلط 58 جنيه الروم البلدي الاسود عمر يوم 48 جنيه الروم البرونزي عمر يوم 48 جنيه والسمان من الستة لتمانية على حسب انه الجميزة البيور 19 جنيه رزي فارزي ديوك 20 جنيه رزي برابر 13 جنيه رزي على وشه 17 جنيه فيومي بلدي 11 جنيه بلدي حر 10 جنيه بلدي هاجين 12 جنيه بلدي مشعر 13 جنيه والهاجين العالي النهاردة 18 جنيه الساسو الشفر 19 جنيه والساسو الجيل التاني 18 جنيه اما عن الكاتكوت الابيض الاهالي النهاردة بادئ من 24 ل 25 جنيه الابيض لشركات النهاردة بادئ من 26 لحد 27 جنيه وخلي بالكم يا جماعة من جودة الكاتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا بي اشتغلوا ما توقفوش شغلوا انتوا بخير في كل احوالكم سواء الكاتكوت طالع نازل العلف طالع او نازل السوق طالع او نازل اشتغلوه ما علينا غير السعي والتوفيق من عند ربنا استنونا في حلقة جديدة ولو لسه اول مرة تشوفونا اعملوا الشراك في القناة لان بجده هتستفادوا كتير معانا جدا تحياتي للجميع شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية استنونا في حلقة جديدة اشوفكم تاني بقالف صحة وخير